هناك أولويتان واضحتان حينما يكون الحديث عما نعرف من أولويات بيعتنا لإمام زماننا هناك أولويتان واضحتان وواضحتان جدا وأقول هذا من خلال خبرة تتفقون معي تختلفون معي أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد وكل يحاسب بحسب عقيدته بحسب معرفته بحسب نيته بحسب مستوى عقله الأولوية الأولى هي ولايته التي هي إمامته إمامة إمامنا ولاية إمامنا هي الأولوية الأولى التي تظهر لنا من خلال بيعتنا لإمام زماننا وهذا هو الذي يريده الله الله سبحانه وتعالى يريد هذا بالضبط مثل ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة والخطاب لرسول الله من الله سبحانه وتعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الأولوية شخصها لنا الله في قرآنه وشخصها لنا محمد بتأسيسه لبيعة الغدير عبر بيعتنا معه من خلال الوجه الثابت لبيعة الغدير والذي تقدم الكلام فيه في الحلقة الماضية بيعتنا مع إمام زماننا هي هي فعلي هو صاحب الزمان وصاحب الزمان هو علي أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد وبيعة الغدير بيعة محمد وعلي هو محمد ومحمد هو علي هذه مضامين عقيدتنا الحقيقية بتمام معنى الكلمات هذه التعابير لا هي في أفق المجاس ولا هي في أفق الاستعارة وأمثال ذلك من تعابير البلاغة والبيان نحن نتحدث في أفق العقيدة السليمة والحديث بمستوى الحقيقة والحقيقة فقط لكننا لا نستطيع أن نكتنه الحقيقة بكلها وإنما بحسب أوعيتنا فالقلوب أوعية وكل وعاء يستوعب ما يستطيع أن يستوعبه وهذا هو الذي نقوم به في هذا البرنامج بل في كل حياتنا وهذا الأمر ليس بأيدينا هذه جبلة الإنسان طبيعة البشر فطرة الآدميين قولوا ما تشاء الأولوية الأولى هي إمامته إمامة الحجة بن الحسن ولايته صلوات الله عليه هذا هو مفاتيح الجنان وهذه زيارة صاحب الأمر الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين إلى آخر الزيارة الشريفة وهي من عيون الزيارات ماذا نخاطب الحجة بن الحسن أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعف حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خيره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي بهذا بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك هذا هو عهدي وميثاقي لديك تذكروا كيف خاطب صاحب الأمر أكثر أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة جنح إلى الاتجاه البعيد عن اتجاه السلف الصالح مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة وماذا فعلوا أكثر مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شياطين كأنهم لا يعلمون خبثاء حقراء سفلة كأنهم لا يعلمون هذا هو العهد وهذا هو الميثاق أقرأ عليكم الكلمات المتقدمة وتواصلوا معها توجهوا إلى إمام زمانكم توسلوا إليه بأمه فاطمة أن تمازج هذه العقائد قلوبكم وعقولكم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال بقية الله أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات من هنا إمامنا السجاد يقول الله الله في دينكم في عقيدتكم الدين هو العقيدة والإمام السجاد حين يقول الله الله في دينكم في عقيدتكم يتحدث عن العقيدة السليمة التي منابعها القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بتفهيمهم بحسب مضمون بيعة الغدير المحمدية في وجهها الثابت الذي تقدم الحديث عن في الحلقة الماضية ولا زال الحديث متواصلا في مضمون بيعة الغدير حين يقول الله الله في دينكم لماذا يا سجاد العترة الطاهرة لماذا الله الله في دينكم لماذا لماذا يا ابن رسول الله لماذا يا ابن الحسين الشهيد فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره عجيب هذا عجيب الله الله في دينكم لماذا يا ابن رسول الله فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره عجيب هذا لماذا لأن السيئة في دينكم لن تكون ضارة ولأن الحسنة في غيره لن تكون نافعة حب علي إنها العقيدة السليمة والمعرفة المتينة وبيعة الغدير بهذا المضمون لا بمضمون بيعتكم السفيهة التي تعلمتموها من مراجعكم السفهاء في النجف بهذا المضمون الذي أحدثكم عنه فحب علي حسنة لا تضر معه سيئة وبغض علي سيئة لا تنفع معه حسنة إنه المنهج إنه العقيدة السليمة الله الله في دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره لأن السيئة فيه تغفر وتزول آثارها قطعا بالشرائط والشروط وهذا هو الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال الأفعال التي فيها ما فيها من القذر والنجاسة تزك تطهر النية حسنة والولاء لعلي قائم لكننا نأخذ التعاليم من فقهاء السوء في النجف الذين تركوا العيون الصافية وذهبوا إلى العيون القذرة فقدروا صلواتنا نجسوها حينما يفتي المرجع الأعلى في النجف وهكذا بقية المراجع إلى المرجع الأسفل إلى المرجع الحضيط حينما يفتون من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة هذه قذارة ونجاسة يتقيأ بها المرجع الأعلى فحينما نأخذ قذارته ونجاسته هذه ننجس صلاتنا لم نكن على علم يغفر للجاهل سبعون ذنب ولا يغفر للعالم ذنب لهذا المرجع الذي يتقيأ النجاسات من فمه بفتاواه ورسائله العملية وكتبه ومواقعه الألكترونية لأي مرجع كان لا أتحدث عن شخص بعينه ابتداء من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل إلى المرجع الحضيط نأخذ الفتاوى منهم ونبطل أعمالنا بهذه الفتاوى النجسة القذرة لكن رحمة إمامنا تتداركنا فتزكي أفعالنا تطهرها التزكية تطهير ونماء فإذا كانت نجسة تطهر كنجاسة صلواتنا بعدم ذكر علي بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسط والأخير إذا كان هناك من سبب يجعلنا نستحق أن تطهر صلواتنا وإلا فلا ستذهب صلواتنا إلى الجحيم مثلما تفعل الملائكة بصلوات المراجع فإنهم يفعلون معنا كذلك الروايات تقول من أن الملائكة تجمع هذه الصلوات الباطلة وتضرب بها وجوهنا في البداية قطعا تضرب وجوه المراجع تلك الوجوه الكالحة تضرب وجوههم بصلواتهم والصلاة تدعو علينا فتقول لنا ضيعتموني ضيعكم الله والله هذه أحاديث العترة الطاهرة ما هي أحاديث هذه كلماتهم هكذا تقول فالصلاة التي نعتقد بحسب الفتاوى النجسة القذرة الوسخة هذه الفتاوى القمامة التي تصدر من أفواه المراجع السفهاء في النجف كي يبطل صلواتنا فيقولون لنا من أن ذكر عاليا في التشهد الوسطي والأخير يبطل صلواتنا والحال فإن صلواتنا من دون ذكر عاليا بنحو الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير باطلة 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 وحينما تكون صلواتنا باطلة صيامنا أيضا سيكون باطلا وهكذا بقية أعمالنا فهنيئا لنا بمراجع السوء هؤلاء ماذا فعلوا بنا ماذا فعلوا بآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا ماذا فعلوا بنا هؤلاء ولا زالوا يفعلون في الشيعة ما فعلوا بمن ماتوا من الشيعة والشيعة تركض وراءهم هنيئا للمراجع بشيعتهم وهنيئا لشيعة بمراجعهم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فإن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره في غيره في دين النواصب وغير النواصب أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات هذا إذا كنا من شيعة الحجة بن الحسن لا من شيعة المراجع المراجع لهم دينهم الخاص بهم لا علاقة لهم بدين الحجة بن الحسن هذا الكلام يرتبط بدين الحجة بن الحسن لا بدين المراجع المراجع لهم دينهم أبرأوا إلى الحجة بن الحسن في شهر رمضان في هذه اللحظة من دين مراجع النجف من عقيدة مراجع النجف من تفسير مراجع النجف لقرآن محمد وآل محمد أبرأوا إلى الحجة بن الحسن مما فعله مراجع النجف بعقائد محمد وآل محمد ومما فعلوه بحديث محمد وآل محمد أبرأوا إلى الحجة بن الحسن وإلى آخر لحظة من حياتي من منهجي مراجع النجف ومن حوزتي مراجع النجف ومن دين مراجع النجف ومن عقيدة مراجع النجف ومن تشيع مراجع النجف أريد أن أحيا على هذا وأموت على هذا وأبعث على هذا هذا الكلام لا أقوله لموقف سياسي أو لحالة عاطفية تنتابني صدقوني هذه عقيدتي والتي ثبتت عندي بالنسبة لي بالأدلة القطعية التي لا شك فيها وفي جميع الاتجاهات فأنا لا أريد أن أضل لكم ولا أريد أن أغرر بكم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال يا بقية الله وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت السيئاته هذه بيعة الغدير في وجهها المتحرك بايعوا إمام زمانكم فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على من خيره في النار ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهدك يا مولاي أشهدك يا بقية الله بهذا ظاهره كباطنه وسره كعلانيته وأنت الشاهد على ذلك وهو عهدي إليك وميثاقي لديك إذ أنت نظام الدين نظام الدين يعني أصله إذ أنت أصل الأصول فنظام الدين هو أصل أصوله إذ أنت نظام الدين ويعسوب المتقين وعز الموحدين وبذلك أمرني رب العالمين تفاصيل البيعة فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يا بقية الله لم أزدد فيك إلا يقينا ولك إلا حبا وعليك إلا توكلا واعتمادا توكلت عليك واعتمدت عليك وعليك إلا توكلا واعتمادا ولظهورك إلا توقعا وانتظارا ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك مولايا فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولايا فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك هذه ما هي الرجعة هذه رجعة محدودة لنصرة صاحب الأمر الرجعة العظيمة تبدأ بعد انتهاء العصر القائمي وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي إلى آخر الزيارة الشريفة هذا هو الذي أردته من مضموني بيعة الغدير في وجهها المتحرك وتحديدا عند الأولوية الأولى قلت هناك أولويتان واضحتان الأولوية الأولى إنها إمامته وولايته والزيارة حدثتنا بأروع الحديث عن هذا المضمون فإنني أستغني بما جاء فيها عن كل كلام يمكنني أن أدبجه وأن أرتبه الزيارة كانت واضحة صريحة جلية بينة عرضت لنا ما هو متعلق بنا من شأن إمامة إمامنا وولايته بشكل لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يجمع كل تلك المطالب في هذه الجمل القصيرة المحدودة نذهب إلى فاصل ومما يشير إلى ما ذكرته من أن الأولوية الأولى بالنسبة لنا مما نعرفه من أولويات إمام زماننا فيما يرتبط بإمامته وولايته مما يشير إلى هذه الحقيقة ما جاء في رسالة وقد قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة ما جاء في رسالة من إمام زماننا إلى شيعته بعد أن وقع الحديث في إنكار إمامته في مشاجرة وقعت لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه الرسالة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها أنا أقرأ عليكم من غيبة الطوسي إنها للشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 186 والرسالة تبدأ في صفحة 185 ما أحتاجه من الرسالة بحسب موضوع الحلقة موجود في الصفحة السادسة والثمانين بعد المئة الإمام يخاطب شيعته الذين وقعت المشاجرة فيما بينهم بخصوص إمامة الحجة بن الحسن من بعد أبيه الحسن العسكري الكلام قطعا زمان الغيبة الأولى زمان الغيبة الصغرى الإمام يقول لهم ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل في شغل لماذا في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال يتحدث عن عمه جعفر الكذاب عن جعفر ابن الإمام الهادي وأخي الإمام الحسن العسكري إنه عم إمام زماننا جعفر الكذاب ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم هذه هي الأولوية التي يقدمها إمام زماننا لنا ومن خلالها نعرف من أن الأولوية بالنسبة لنا في بيعتنا في علاقتنا مع الحجة ابن الحسن إمامته وولايته أنا لا أستدل بهذا الكلام فقط القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه الحقيقة أتحدث عن القرآن بتفسيرهم لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني نجاف بني مرجعية ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له هذه الأوصاف تنطبق على كل الذين يدعون الإمامة في زماننا هذا وفي الأزمنة الماضية كإمام الخطابية التي نعرفها في زماننا وبقية الأئمة ألا لعنة الله عليهم واحدا واحدا من الذين يدعون الإمامة كذبا وافتراء وبهتانا وزورا مثل ما يفعل هذا العتل الضال لكنا عن مخاطبتكم في شغل فيما قد امتحنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحد حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب ثم يقول امام زماننا وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي اسوة حسنة وسيردي الجاهل رداءة عمله وسيعلم الكافر لمن عقب الدار الى اخر ما جاء في رسالته الشريفة فبعد ان يتحدث عن هذه الاولوية عن امامته وولايته ثم يحدثنا عن اسوته في ذلك فيما يرتبط بانكار امامته وولايته وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة السؤال هنا هل يمكن ان الامام يتخذ اسوة والاسوة ليس بامام وليس امامته اعلى رتبة من امامته هل يمكن ذلك فما هو بامام اذا حين يتخذ اسوة والاسوة والاسوة ما هو بامام وحتى لو كان اماما لا بد ان تكون امامته اعلى اعلى رتبة من امامته صلوات الله عليه حتى يتخذه اسوة وفي ابنة رسول الله لي اسوة حسنة هو لم يتحدث يتحدث عن مصاب الزهراء باستشهاد رسول الله هو لم يتحدث عن غصب الخلفاء خلفاء السقيفة لفدك الحديث عن امامته وعن انكار امامته ويتخذ من فاطمة اسوة في ذلك فما هو المراد من هذا هذا يعني ان فاطمة امام وامامتها اعلى رتبة من امامة الحجة ابن الحسن ومن ان امامتها قد انكرت ومن ان ظلامة انكار امامتها اشد من انكار امامة الحجة ابن الحسن لذلك جعلها اسوة له فهل الامام يتخذ اسوة وتلك الاسوة ليست اماما بل هل يتخذ اسوة اماما وامامته تكون مساوية لامامته او دون امامته لا يمكن ذلك فلا بد ان تكون فاطمة اماما ولا بد ان تكون امامتها فوق امامة الحجة ابن الحسن ولذا فهي من ائمة الامة مر الكلام في هذا حين كان الحديث في الصحيفة الثالثة التي عنوانها قيمة الدين محمد صلى الله عليه وآله امام الامة من علي الى القائم وعلي صلوات الله عليه امام الامة من فاطمة الى القائم وفاطمة صلوات الله عليها امام الامة من الحسن المجتبى الى القائم المهدي الحسن العسكري يقول نحن حجج الله على الخلائق وفاطمة امنا من الحسن المجتبى الى القائم المهدي وفاطمة امنا حجة علينا ولذا فان القائمة المهدية جعلها اسوة له في انكار امامته لان امامتها اعلى رتبة من امامته فهي امام الامة هي امامه ولذا كانت اسوة له فحينما جعل فاطمة اسوة له في موضوع امامته هذا يعني ان امامة فاطمة عند امام زماننا لها الاولوية عقائديا ولها ولها التقديم على امامته هو لو لم يكن الامر هكذا لم اتخذها اسوة له تدبروا في كلام امام زمانكم الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر والقارئ الذي يقرأ ولا يتدبر هو قارئ لا خير فيه هذا كلام علي ما هو كلام اذا مراجعكم لا خير فيهم فهذه النصوص مبثوثة موجودة في كتبهم حتى الطوس نفسه هو لم يفهم هذه المعاني لو كان قد فهمها لتحدث عنها في هذا الكتاب او في غيره هؤلاء يقرؤون من دون تدبر الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر علي هو الذي يقول الا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر الا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر فهؤلاء العلماء يكتبون العلم عن آل محمد وليس عندهم من تفهم ويقرؤون ما جاء عن محمد وآل محمد وليس عندهم من تدبر ألا لا خير في علمهم ألا لا خير في قراءتهم ألا لا خير فيهم هذه هي الحقيقة تدبروا فيما قاله إمام زمانكم وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة جعلها أسوة له في موضوع إنكار إمامته هو لم يتحدث عن حزن فاطمة على أبيها أو عن سلب أبي بكر لفداك هو يتحدث عن إنكار إمامته وهو مشغول بهذا الحال ولأن الأمر من الأولويات عنده لذا كتب إلى الشيعة هو الذي يقول ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكنا عن مخاطبتكم في شغل لماذا يا ابن رسول الله فيما قدمت حنا به من منازعة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له الجاحدي حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصبي كل هذه الأوصاف لهذا الذي ادعى الإمامة كذبا مباشرة يقول وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة هو لم يتحدث عن حزن على رسول الله عاشت فاطمة هو لم يتحدث عن آلام عاشتها فاطمة حتى فارقت الحياة بسبب الضرب المبرح الذي تلقته من صحابة النبي لقد أهانوها عذبوها ضربوها حتى قتلت إلى حد القتل الرواية في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أن فاطمة ضربت 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 حتى ماتت من ذلك الضرب ماتت من ذلك الضرب وهذا الكلام نقله لنا إمامنا الصادق عن رسول الله هو الذي قال من أن فاطمة ستضرب تضرب ومن أنها ستسقط جنينها ومن أنها ستموت بسبب ذلك الضرب هذا ما هو كلامي هذا كلام رسول الله وكلام إمامنا الصادق وفي أوثق مصادرنا في كامل الزيارات عودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة من برامجي وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية ستطلعون على كل التفاصيل فالإمام لم يتحدث عن هذا الموضوع الإمام تحدث في الرسالة من أولها إلى آخرها فيما يرتبط بإمامته وإنكار إمامته وجعل فاطمة أسوة له في ذلك فلن تكون فاطمة أسوة لإمام زماننا إلا أن تكون إماما وإلا أن تكون إمامتها أعلى رتبة من إمامته ولذا جعلها أسوة له وفي الوقت نفسه وجه أنظارنا إلى أن بيعتنا له في إمامته وولايته الأولوية الأولى فيها لإمامة فاطمة فهي أسوة إمام زماننا فجزء جزء جزء أساسي وذاتي من بيعة الغدير في وجهها المتحرك هو بيعتنا لإمامنا فاطمة وبذلك سيصبح التعريف الأدق لبيعة الغدير في وجهها المتحرك بيعة إلهية محمدية علوية فاطمية قائمية مهدوية وهذا مع كل الأئمة لماذا لأن فاطمة هي القيمة على الدين معهم جميعا لكننا نتحدث عن زماننا فإن صاحب الأمر قد شخص القضية بشكل واضح جدا الأئمة تكلم عن ذلك وفقا لأسلوب المعاريط لكن صاحب الأمر تحدث بشكل صريح وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة فيما يرتبط بموضوع إنكار إمامتها صلوات الله عليها لأنه يتحدث عن إنكار إمامته وبين لنا أن خطابه هذا يشكل أولوية ولذا خاطبنا وإلا فهو في شغل للذي بينه إذن الأولوية الأولى عند إمام زماننا إمامة أمه فاطمة قبل إمامته فإذا أردنا أن نبايع إمام زماننا بيعة الغدير في وجهها المتحرك في وجهها المهدوي الذي يناسب الزمان المهدوي منذ أول يوم من إمامته بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري إلى آخر لحظة من العصر القائم بعد ظهوره الشريف هذا هو الزمان المهدوي حتى بداية الرجعة العظيمة ففي هذا الزمان المهدوي الأولوية عند إمام زماننا لإمامة أمه فاطمة فهي أسوته وهي القيمة على الدين وذلك دين القيمة والقائم إنما هو قائم بأمر دين القيمة هناك قيمة على الدين والدين دينها الله يقول في سورة البينة في الآية الخامسة بعد البسملة وذلك دين القيمة ودين القيمة هذا له قائم يقوم بأمره فهو يقوم بأمر دين القيمة يأتي بعدها الدين دينها وهو يقوم بأمر دينها فالدين دين القيمة والأمر أمر القائم بأمر ذلك الدين وذلك دين القيمة وإمامنا هو القائم بأمر ذلك الدين وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة هذه أسوته فاطمة إمامه حجة عليه كما يقول أبوه الحسن العسكري نحن حجج الله على الخلائق وفاطمة أمنا حجة علينا حجة عليهم حجة على القائم المهدي إذن الأولوية الأولى عند إمام زماننا هي هذه في بيعتنا الغديرية معه في وجهها المتحرك إمامة فاطمة أولا لأنها القيمة وإمامته ثانيا لأنه القائم بأمر الدين وهو أصل الأصول ومنه نعرف فضل القيمة أصل الأصول في ديننا هو الإمام المعصوم منه نعرف فضله هو ومنه نعرف فضل القيمة ومنه نعرف فضل محمد ونعرف شؤون نبوته ومنه نعرف حق الله بحسبنا نحن لا نعرف حق الله ولكننا نعرف حق الله بحسبنا حق الله الذي هو حق الله نحن لا نعرفه حتى لو دخلنا في أرقى جنان رب العالمين بعد انتهاء الحساب في يوم القيامة مهما بلغنا ومهما ارتفعنا فإننا لا نعرف حق الله الذي هو حق الله وإنما يعرفنا أئمتنا حق الله بحسبنا ومنه من أصل الأصول نعرف حق الله بحسبنا ونعرف كل شيء من أصل الأصول فنعرف فضل القيمة وفضل إمامتها منه أيضا من أراد الله بدأ بكم البداية منهم والنهاية عندهم من أراد الله بدأ بكم بكم فتح الله وبكم يختم فالبداية عندهم والنهاية عندهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تذكروا ماذا يقول إمام زمانكم وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة إنها القيمة على الدين إذن الأولوية الأولى أن نبايع فاطمة أن نعتقد إمامتها وإلا فبيعة غديرنا مخرومة أنتم لم تتعودوا على هذا المذاق أنتم تعرفون ذوق السفهاء بايعتم بيعة الغدير على طريقة البشر الحمير على طريقة السفهاء النجف بيعة الغدير هي هذه لها وجه ثابت بينته لكم بالإجمال في الحلقة الماضية ولها وجه متحرك هو هذا وأنتم تشاهدون وتسمعون ما نقلت لكم كلمة من عندي ولا جئتكم بكلام لأي شخص آخر لا من علماء الشيعة فإنني أتبرأ منهم ومن دينهم ولا من النواصب الذين أتبرأ منهم ومن دينهم أيضا كل الذي جئتكم به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم والمشروح بحديثهم أيضا بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم نذهب إلى فاصل كي لا تنسوا بشكل سريع أذكركم من أن مضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت في خطوطها العام علي أولى منا بأنفسنا فهو مولانا ومالكنا وسيدنا هو أولى منا بأنفسنا مصدر علمنا الديني علي فقط القرآن تفسيره من علي فقط العقيدة من علي فقط الفتاوى من علي فقط قواعد التفكير والفهم من علي فقط وفقا للمنطق العلوي موازين التقييم للبشر وغير البشر وإن كان الحديث عن البشر هو الأهم مضمون بيعة الغدير وموقفهم منها اللهم والي من والا وعادي من عادا موازين التقييم هي هذه البناء العقلي والتكوين المعرفي طينته من طينة بيعة الغدير هذه الخطوط الإجمالية الكلام يطول أنا أحدثكم عن الأمور التي تباشر حياتنا وإلا فبيعة الغدير واسعة المطالب أنا أتحدث في جهة من جهاتها هذا هو الوجه الثابت في بيعة الغدير الوجه المتحرك أن تكون أولويات حياتنا الدينية والدنيوية بحسب أولويات إمام زماننا التي نعرفها أولوياته هو هو تلك خاصة به أنا لا أعرفها هو يعرفها فقط أتحدث عما ظهر إلينا عما وصل إلينا مثل ما قرأت عليكم في الرسالة قبل قليل كيف أن الإمام بيّن لنا الأولوية عنده فيما يرتبط بنا فيما يرتبط بشيعته أن تكون أولوياتنا في حياتنا الدينية والدنيوية بحسب ما نعرف من أولويات إمام زماننا وقلت لكم هناك أولويتان الأولوية الأولى إمامته وولايته ولكنه صلوات الله عليه جعل إمامة فاطمة في أولوية قبل إمامته إذ جعلها أسوة له في موضوع إمامته لأنها القيمة على الدين ومر علينا هذا في الصحيفة الثالثة حينما حددتكم عن قيمة الدين عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فبيعتنا الغديرية مع إمام زماننا العنوان الأول فيها فاطمة إمامة فاطمة قيمة الدين والعنوان الثاني فيها إمامته صلوات الله عليه وهو أصل الأصول هو أصل الأصول من أراد الله بدأ بكم لكن النظام العقائدية هو هكذا فإن الله أسجد الملائكة لآدم وما أسجدهم بشكل مباشر لمحمد صلى الله عليه وآله بينما السجود لآدم كان بسبب نور من محمد شع في آدم هذا موضوع يخرج عن بحثنا لكنني جئت بصورة مقطعية كمثال توضيحي وتقريبي للذي نحن فيه النظام العقائدي هو هكذا هناك قيمة للدين وهناك قائم بأمر الدين وهو أصل الأصول هذه الأولوية الأولى الأولوية الثانية ما هي الأولوية الثانية عند إمام زماننا مشروعه المشروع المهدوي الأعظم لذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهذه الكلمة من العجيب الشيعة يحفظونها حتى عوام الشيعة والسنة يحفظونها حتى عوام السنة أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج هذه الكلمة على الأقل نحن في أجوائنا الشيعية عوام الشيعة يحفظونها أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج انتظار الفرج هو أننا ننتظر انقضاء الوقت فهل هذا عبادة انتظار الفرج بحسب ثقافة الكتاب والعترة ليس الحديث عن هذا الموضوع لكن قطعا أنتم تعرفون من أن هذا العنوان ينطبق في أوضح صوره وفي أجلى مراتبه على المشروع المهدوي الأعظم فأفضل عبادة الأمة انتظار الفرج هذا إذا كانت الأمة قد جاءت بهذه العبادة إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول أفضل العبادة بعد المعرفة بعد المعرفة انتظار الفرج المعرفة هي العقيدة السليمة هذا الذي نحن بصدده رددت كثيرا في البرنامج من أن شرط نصرة إمام زماننا في غيبته وفي حضوره شرط النصرة وشرط الخدمة هو العقيدة السليمة إنها المعرفة السليمة كلمة إمامنا الكاظم تجمع كل المعنى أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج لأن العقيدة السليمة هي التي تحول انتظار الفرج إلى أفضل عبادة تحدث عنها رسول الله حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج إنه يتحدث عن عبادة تسبقها معرفة وتسبقها نية والنية تحتاج إلى معرفة عالية ودقيقة جدا وهذا هو الذي بيّنه إمامنا باب الحوائج من أن أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأنا أقرأ عليكم من غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 252 الحديث السادس والأربعون عن خلاد بن صفار قال سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي قطعا إمامنا الصادق لا يتحدث عن خدمة مثلا في تقديم الطعام والشراب وإن كان هذا من أجزاء الخدمة لكن الإمام الصادق يتحدث عن أعلى مراتب الخدمة وأعلى مراتب الخدمة إنها المراتب التي يريد مخدومنا إمام زماننا أن نكون فيها إنها خدمة مشروعه في زماننا خدمتنا في التمهيد لمشروعه كل واحد مننا بحسبه وهذا الذي أقوم به أعتقد أنا أزعم أنا من أنه مصداق من مصاديق التمهيد له بحسب وأنا أخاطبه صلوات الله عليه في بداية كل حلقة وهذا هو جهدي جهد العاجز بين يديك يا ليتني أستطيع أن أقدم أكثر من هذا لكن هذا الذي أستطيعه بسبب قصوري وتقصيري بسبب إنعدام الإمكانيات بسبب الحواجز والموانع التي تحول فيما بيني وبين خدمتي لإمام زماني هذا هو الذي أستطيعه هذه حرفة العاجز ولذا أقول له في كل حلقة بل في كل حياتي وهذا هو جهدي يا ابن رسول الله جهد العاجز بين يديك كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من قذارات حوزة النجف من قذارات مراجع الشيعة عبر تعريف غيبتك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كثيك سلام عليك يا بقية الله أعود إلى حديثي إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ولو أدركته لخدمته أيام حياتي إنه يريد أن يقدم الخدمة في أفضل مراتبها وأفضل مراتبها ما يريده صاحب الأمر الذي يريده صاحب الأمر يريد خدمة منا لتمهيد مشروعه صلوات الله عليه قد تقولون كيف نستنتج ذلك نستنتج ذلك من كلماته هو صلوات الله وسلامه عليه هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدس صفحة خمسمية واثنعاش إنها رسالة إمام زماننا التي كتبها بخط يده وأجاب فيها على أسئلة إسحاق بن يعقوب والتي وصلتنا من خلال السفير الثاني رضوان الله تعالى عليه ماذا جاء في رسالة إمام زماننا وهي من أهم الرسائل التي وصلت إلينا الإمام يقول وأكثر هذا أمر صادر منه وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج الإمام حين يأمرنا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هو يطلب مننا أن نكثر من العمل لتعجيل الفرج فإن فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار فالإمام حين يطلب منا أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج هو يطلب منا أن نكثر من العمل في التمهيد لمشروعه صلوات الله عليه هو هذا الذي يريده منا إننا لا نعد الفقيه منكم فقيها أنتم يا معاشر الشيعة تعدونه فقيها لكننا لا نعده حتى يعرف معارض كلامنا هذه هي معارض كلامهم حين يأمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج إنه يأمرنا بشكل واضح أن نكثر من العمل في التمهيد لمشروعه العظيم كل منا بحسبه بحسب قدرته وطاقته بحسب ما يتوفر له من الرجال من النساء من الشباب من الشيوخ من الصغار من الكبار من الأغنياء من الفقراء من المسؤولين من الحكام من الرعية من الجميع كل بحسبه ولذا فإن الإمام أمرنا بالإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج قد يقول قائل لماذا أمرنا من الإكثار من الدعاء بتعجيل الفرج لماذا لم يصدر لنا أمره مباشرة أن نعمل بما نستطيع أن نقدمه في التمهيد لمشروعه العظيم هناك من الشيعة من لا يستطيع إلا أن يرفع يديه بالدعاء وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يعمل أي عمل يناسب ذلك الدعاء غاية ما عنده هو الدعاء والإمام يريد للشيعة أن ترتبط به ارتباطا وجدانيا ارتباطا روحيا ارتباطا معنويا قبل أن ترتبط به ارتباطا عمليا فالارتباط الوجداني والارتباط المعنوي بوابته الدعاء لكننا حين نثقف بالثقافة الصحيحة وبالمعرفة الصحيحة التي تحدث عنها إمامنا الكاظم من أن أفضل العبادة المعرفة وبعدها يأتي انتظار الفرج أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج فعينما تكون المعرفة حاصلة عندنا فإننا نعرف من أن الدعاء بحسب ثقافتهم من دون عمل يكون من صنخ نفس الدعاء فهو كالقوس بلا وتر فإن القوس بلا وتر لن يصيب هدفا ولن يستطيع الرامي أن يطلق من خلاله سهما أبدا هذا يعني أن الدعاء لن يستجاب بأي وجه من الوجه إلا أن يكون ذلك الداعي يمتلك عذرا حقيقيا فهو ليس عنده من العمل إلا هذه الحسرة إلا هذا الشوق إلا هذه الحرارة إلا هذه اللوعة في قلبه ولذا لا يملك شيئا إلا أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويتوجه لإمام زمانه بالمناجات والتوسل هذا كل الذي عنده أما الذي يستطيع أن يعمل حتى لو كان عملا بسيطا فإن دعاءه لا قيمة له ولا حقيقة له لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر إنها مهزلة أن نرفع أيدينا بالدعاء بتعجيل الفرج ونحن قادرون على العمل ولا نعمل هذه مهزلة وهذا ضحك على الإمام صلوات الله عليه وهو ضحك على الله قبل أن يكون ضحكا على إمام زماننا وقبل أن يكون ضحكا على أنفسنا نحن نضحك على الله ونضحك على إمامنا ونضحك على أنفسنا أن نرفع أيدينا بالدعاء لتعجيل الفرج ونحن قادرون على أن نقدم خدمة ولا نقوم بتلك الخدمة ولذا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يصدر أمره لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج لماذا يا ابن رسول الله لماذا لماذا نكثر الدعاء بتعجيل الفرج يقول فإن ذلك فرجكم هذا هو فرجكم فرجنا ليس بظهور إمامنا يا ليتنا ندرك زمان ظهوره فرجنا حينما نبايعه بيعة صادقة هذا هو فرجنا الإمام يتحدث عن هذا الفرج ماذا يقول لنا إمامنا السجاد في الكتاب نفسه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه صفحة 353 ماذا يقول إمامنا السجاد يقول انتظار الفرج من أعظم الفرج انتظار الفرج بهذا الوعي بهذا الفهم انتظار الفرج وفق لبيعة الغدير بهذا الفهم الذي شرحته لكم انتظار الفرج من أعظم الفرج في غيبة النعماني مثال جميل جدا صفحة 351 من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل الحديث الثالث من الباب الخامس والعشرين بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله أبو بصير يقول لإمامنا الصادق أتمنى أن تلتفت إلى هذه الكلمات الجميلة قلت لأبي عبد الله أبو بصير يقول لإمامنا الصادق جعلت فداك متى الفرج هذا السؤال الذي نسأله جميعا جعلت فداك متى الفرج أبو بصير ماذا قال له الصادق أنت بسيطة وأنت من شيعتنا يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا الأمر فقد فرج هذا هذا هو الفرج حين أتحدث عن لطفه وعن فيضه إنني لا أتحدث عن شؤون الدنيا شؤون الدنيا تأتي وتذهب نحتاجها نحتاج شؤون الدنيا ونحتاجها حاجة شديدة في كثير من الأحيان نحتاجها لخدمة إمام زماننا ونحتاجها لقوام حياتنا ونحتاجها ونحتاجها نحن أبناء الدنيا وهي أمنا ونحتاج كل ما فيها ولكن الإنسان لا يستطيع أن ينال كل شيء في هذه الدنيا لا أتحدث عن شؤون الدنيا حين أقول من أن لطفه يملأ وجداني ومن أن فيضه أستشعره همارا على كياني على وجودي وعلى حياتي أنني أتحدث عن علاقة إيمانية أتحدث عن صلة وجدانية أتحدث عن ولاية تشدني إليه وأتحدث عن وفاء أستشعره ببيعتي له قطعا بتوفيقه هذا هو الفرج الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه مع أبي بصير أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى أبو بصير يقول للإمام الصادق صلوات الله عليه جعلت في داك متى الفرج الإمام يقول له يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره الباقر سأله من قبل لما جاء مقبلا من الكوفة إلى المدينة يا أبا بصير هل عرفت إمامك فقال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة ماذا قال له الباقر حسبك إذن الرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف قرأتها عليكم في كتاب الحجة الباقر يقول لأبي بصير هل عرفت إمامك قال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة منذ زمن وأنا أعرف إمامي قال له حسبك إذن من هنا عرفنا الشيعية في الصحيفة الأولى من صحائف عقيدتنا السليمة هذه الشيعي هو العارف بإمام زمانه هذا هو الشيعي وليكن عارفا بإمام زمانه ما لم يكن مبايعا لإمام زمانه بيعة الغدير ولن يكون مبايعا بيعة الغدير بشكل حقيقي إلا أن يكون عارفا بمضمونها هذا الذي نتحدث عنه وإلا فبيعته بيعة السفهاء كبيعة مراجع النجف وكبيعة أجدادنا وآبائنا بايعوا وهم لا يعرفون مضمون بيعة الغدير وركضوا بايعوا المراجع بعد ذلك والمراجع هم أول من نقض بيعة الغدير ما هو هذا الواقع الشيعي الذي نعيشه فقال يا أبا بصير وأنت ممن يريد الدنيا من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه بانتظاره مثل ما يقول السجاد صلوات الله وسلامه عليه انتظار الفرج من أعظم الفرج نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت في داك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته عليا صلوات الله عليه والاعتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل أعود إلى كلمة إمام زماننا في التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج ثم يقول فإن ذلك فرجكم فإن ذلك فإن ذلك فرجكم بالمضمون الذي بيّنته لنا الروايات الشريفة ولاحظتم كيف أن الروايات والأحاديث تتكامل فيما بينها في لوحة واحدة متكاملة هذا هو الذي أقصده من أننا نفهم الأحاديث بحسب قواعد تفهيمهم عملية الممازجة والجمع بين هذه الروايات والأحاديث وفقا لقواعد تفهيمهم التي أستلها من قرآنهم وحديثهم أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل التفاصيل التي عايشتها لعقود من الزمن في كل عمري على طول عمري كيف ألخص لكم ذلك إنما أطبق لكم بعض التطبيقات الموجزة وأضرب لكم بعض الأمثلة على سبيل الإيضاح والبيان ليس أكثر من ذلك وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا في أي شيء فرجنا كما قلت لكم قبل قليل مثل ما قال إمامنا الصادق من أن الفرج في معرفتنا لهذا الأمر في العقيدة السليمة التي تقودنا إلى بيعة سليمة مع إمام زماننا إذن الخطوة الأولى التي يجب علينا أن نحققها في العلاقة الصحيحة مع إمام زماننا أن ندرك العقيدة السليمة أن ندركها لا على سبيل العلم أن نقرأ شيئا أو أن نسمع شيئا أو أن ندرس شيئا القراءة والاستماع والدراسة بوابات توصلنا إلى العقيدة السليمة التي لا بد أن تكون هاجسا ساكنا في قلوبنا أن تكون ساكنة في قلوبنا أن تعيش معنا العقيدة هي التي تعقد في القلوب لا بد أن يعيش الإنسان معها في يقضته وأن يعيش الإنسان معها حتى في منامه هو غافل عنها بسبب نومه لكنه حين اليقظة يعود إلى مضمون عقيدته قطعا أنا لا أتحدث عن مثالية وإنما بحسب الإمكان فحالات الضحف والهوان والانكسار والضجر عند الإنسان كثيرة وتمر كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي الشن البالي إما هو الثوب العتيق الممزق وإما هو الفراش البصاط العتيق الممزق المهترئ تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كالشن البالي خال من الإيمان وخال من الكفر حالات الاستدبار وحالات الضجر موجودة في حياتنا لكنني أتحدث عن اللحظات الجادة عن اللحظات الأهم عن المواقف الأساسية في حياتنا لا بد أن تكون مبنية وفقا لمضمون العقيدة السليمة فعلينا أولا أن نحصل العقيدة السليمة وثانيا أن نجعلها حقيقة ساكنة في قلوبنا وفاعلة في حياتنا الخطوة الثالثة أن نبايع إمام زماننا بعد تفكير من أننا قادرون أن نفي ببيعته أن نضحي بأغلى ما عندنا أن نضحي بأعمارنا بأوقاتنا بسمعتنا بأرواحنا بأرواحنا بأجسادنا بصحتنا وعافيتنا بكل ما عندنا أن يكون الموت معه أفضل من الحياة مع غيره وأن تكون المذلة معه أفضل من العزة مع غيره وأن يكون الفقر معه أفضل من الغنى مع غيره وأن يكون الخوف معه أفضل من الأمن مع غيره وأن يكون الحبس والسجن والمنع معه أفضل من الحرية مع غيره وآن 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 إذا كنا بهذا المستوى وكنا قادرين على ذلك نبايعه ولكن وفقا لهذا المضمون الذي حدثتكم عن ولازلت أحدثكم عن وهذه الكلمات هي تطبيق عملي لكل هذا الذي نحن بصدده وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم فرجنا أين بإكثارنا للدعاء بتعجيل الفرج كيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا حينما تكون العقيدة السليمة ساكنة في قلوبنا وحينما نفعلها تفعيلا صادقا في حياتنا وحينما نبايع بيعة الغدير لا بطريقة البشر الحمير كما فعل أجدادنا وآباؤنا وكما فعلنا نحن لا بطريقة السفهاء والحمقى والجهال مثل ما يفعل مراجع النجاف بطريقة الوعي والمعرفة كهذه المضامين التي نتحدث عنها في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج الكثيرة التي سبقت حينما نعمل نعمل للتمهيد لمشروع إمام زماننا وكما قلت لكم الأولوية الثانية عند إمام زماننا مشروعه الأعظم كل هذا كل هذا لو كنا صادقين فيه وكنا مخلصين فيه فإن إمام زماننا لن ينقطع عنا وليكون بعيدا عننا هو نفسه كتب إلينا في الرسالة نفسها يقول وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض لأهل الأرض عموما فما بالكم بشيعته المخلصين إني لأمان لهم أمان لهم في دينهم أولا وأمان لهم في دنياهم ثانيا قطعا بحسب ما تجري به الأسباب والمقادير وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض الشمس تصل تصل منافعها إلينا بشكل قسري حتى لو كنا جالسين في أماكن مسقفة فإن منافع الشمس تصل إلينا في جميع الاتجاهات منافع الشمس تصل إلى النباتات منافع الشمس تصل إلى الحيوانات ونحن نتغذى على النباتات والحيوانات منافع الشمس تصل إلى الجبال التي غطيت بالجليد وتصل إلى البحار العميقة في أغوار عمقها منافع الشمس تصل إلى كل مكان تصل إلى أجسادنا ونحن نغطي أجسادنا بثيابنا وتصل إلى أجسادنا ونحن نكشف أجسادنا من دون ثياب لضوء الشمس لطاقة الشمس لمنافع الشمس تصل إلينا قسرا وتصل إلينا اختيارا إذا أردنا أن نحصل منافع الشمس باختيارنا فإننا نستطيع أن نفعل ذلك الطاقة الشمسية التي يفعلها الإنسان الآن وينتفع منها هذه منفعة باختيار الإنسان وحتى أنا بإمكاني لأجل التزود بالمقويات الجسدية في جسمي وفي بدني أن أتعرض لحرارة الشمس في أوقات معينة هذه أمثلة 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 على وجه سرعة نحن لا نتحدث هنا عن منافع الشمس التي تكون بالاضطرار وتكون بالاختيار هذا موضوع يحتاج إلى كلام طويل جدا ويحتاج إلى متخصصين أيضا في موضوعات مختلفة كي يخبرون عن منافع ضوء الشمس لهذه الأرض وللذين يعيشون عليها فانتفاعنا بفيض إمامنا مرة يصل إلينا من دون طلب مننا ونحن غافلون من دون انتباه ويمكننا أن نطلبه بأنفسنا وأن نحصله بالضبط كالانتفاع من الشمس فالشمس تنفعنا رغما عننا من دون اختيار من عندنا لتحصيل منافعها وبإمكاننا أيضا أن ننتفع من الشمس باختيارنا وإرادتنا فكذا الانتفاع من لطف وفيض إمام زماننا هو واصل إلينا إذا كنا من شيعته بل حتى لو لم نكن من شيعته فهو الذي يقول وإني لأمان لأهل الأرض أمان لأهل الأرض لجميعهم حتى لأعدائه هذا الأمان هنا هذا أمان في المستوى الربوبي وليس في مستوى الإمام الحاكم الذي يقيم الأحكام هذا أمان ربوبي يتجلى في إمام زماننا فإمامة أئمتنا هناك إمامة للحكومة بين الناس وهناك إمامة ربوبية نحن نقرأ ونعتقد في سلمان وأبي ذار وأمثالهما من أننا بهم نرزق وفي كل زمان من أمثالهم نحن لا نعرفهم لكن قطعا له يكون من أصحاب العمائم لأننا ما رأينا أحدا يعرف عقيدته بشكل صحيح من أصحاب العمائم وهذه البديهية الأولى من بديهيات الدين هم لا يعرفون عقائده كتبهم دالة على ذلك إذا كان المرجع الأعلى لا يعرف عقيدته عقيدته باطلة فماذا تتوقعون من وكلائه أو من صغار المعممين المراجع في كتبهم عقائدهم باطلة وقد أثبت هذا بالأدلة والحقائق والوثائق في ساعات كثيرة في برام السابقة لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه العجالة فنحن نعتقد في سلمان وفي أبي ذر في زمانهم كما يقول أئمتنا بهم ترزقون بهم تمطرون وهذا لا يعني أن فضلهم سيكون محصورا في زمان حياتهم فعينما يموت المؤمن لا يعني أنه قد انتقل إلى العدم وإنما انتقل إلى حياة أفضل وآثارهم يمكن أن تصل إلينا هذا موضوع آخر فإذا كنا نعتقد من أن سلمان وأمثاله بهم نرزق وبهم نمطر فكيف يكون الحديث عن إمامة إمام زماننا ما قلته لكم إمامة ربوبية هو رب الأرض كما في الأحاديث إمام الأرض هذا كلام صادقي يحدثنا المفضل بن عمر في معنى الآية وأشرقت الأرض بنور ربها المفضل يحدثنا عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن رب الأرض هو إمام الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها عند ظهور الحجة بن الحسن هذا قرآنه وهذا تفسيره لا هذا القرآن قرآني ولا هذا التفسير تفسيري ولا جئت بذلك من خزانة أمي هذه خزائن حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه كلماتهم التي أعتقد بها تريدون أن تعتقد بها أنتم أحرار تريدون أن ترفضوها كما يرفضها سفهاء النجف من آيات الشيطان العظمى أنتم أحرار أيضا كما هم أحرار وأما وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب وإني لأمان لأهل الأرض إلى بقية كلامه صلوات الله وسلامه عليه صارت أصورة واضحة هناك أولويتان عند إمام زماننا الأولوية الأولى إمامته وولايته وهو جعل لإمامة فاطمة أولوية مقدمة على إمامته وعلى ولايته فهي القيمة هي القيمة على هذا الدين وأهل الدين ولذلك جعلها أسوة له قدمها على نفسه قدم إمامتها على إمامته فهي حجة عليه والأولوية الثانية مشروعه العظيم ويترتب علينا أن نكون في مقام الخدمة بشكل ولو أن يكون جزئيا يستشرف مضمون كلمة إمامنا الصادق حين سئل عن القائم قال وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَامِ حَيَاتِي بشكل سريع ومجمل البرنامج الذهبي الذي أعرضه عليكم تحت عنوان تذكرة البرنامج يوميا هو تلخيص لكل هذا الكلام البرنامج الذهبي هذا الذي نعرضه عليكم هو تلخيص وإجمال واختصار لبيعة الغدير في وجهها الثابت والمتحرك وهو اختصار لكل التفاصيل التي حدثتكم عنها عن أن نضبط أولويات حياتنا الدينية والدنيوية وفقا لما نعرفه من أولويات إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لم يكتم الحديث هناك جزء مهم كبير أساسي جلبت كل هذه الكتب لأجله لكن الوقت سبقني سأتركه لحلقتي يوم غد إن شاء الله تعالى جزء أساسي مهم جدا 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 يرتبط بمضمون بيعة الغدير وبشؤون بيعة الغدير البيعة المحمدية التي تعريفها في زماننا بيعة إلهية محمدية علوية فاطمية لها القيمة والقيمومة صلوات الله عليها فاطمية مهدوية ترجمة نانسي قنقر